السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وانتوما كتشاهدوا هاد الفيديو فيديو جديد ووصفة جديدة وليومة ان شاء الله غاد نشارك معكم العجين ديال الصابلي من بين اكبر المشاكل اللي كنواجهوا مع الصابلي هي انه يجمع لنا وكيطلق الزيت في الفران من بعد ما كندخلو الفران يطيب فكيجمع وكيطلق لنا الزيت وبالتالي كيصغار لنا الحجم ديال الصابلي ديالنا فكيكون هدا هو المشكل الكبير اللي كنواجهه مع الحلويات ديال الصابلي العجينة اللي غاد نشارك معكم اليوم ان شاء الله فغاد تكون بلا بيض وبلا زيت فغاد تكون ناجحة ان شاء الله غير تبعوا معي الخطوات بالتدريج هاد الفيديو هاده غاد ينفعكم بزاف وغاد يحليكم اكبر لمشاكل ديال الصابلي بقاوا معي احتل الاخر ديال الفيديو تفاعلوا مع الفيديو بلي لايك زوينة ديالكم تعالق المحفزة وإلا كنتوا اول مرة كتزوروني فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش كي وصلكم كل جدا نبدو على بركتي الله عندي هنا ميتين جرام ديال زبدة عندي لاب خيغي وعندي سكر غلاسي نص كاس كنعبر هنا بكاس العنبة عندي صاشي ديال سكر فاني نكهة الكاراميل مع معلقة ديال القليكوز وعندي هنا حتى الدقيق لي كيكون مغرب المنقبل ودروري يكون بنوعية مزيانة ما يكونش ديال ديال الخنشة الكبيرة فما كيصدقش ليكم الصابلي مزيان كيكون كيتشرب بزاف وبالتالي كيجيكم لعجنة صغيرة او لكيكون اللون ديال لود كين شوية وما تنسوش واحد رشا ديال الملحة باشاكا كتعدل لكم الضوق انا هنا في الفيديو راها ما بيناش ولكن ضروري كنديرو رشا ديال الملحة غادي ناخد هنا الزبدة كنحاول ندير عيني ميزاني ميتين جرام إلا كان عندكم الميزان عبروها انا عندي هنا اي البواطة فيها خمسمائة جرام فحاولت ندير عيني ميزاني هاكا إلا كان عندكم الميزان فعبروه ميتين جرام بالضبط غادي نخوي كل شي في خطرة وغادي نبدأ كان معاكدك الزبدة مع سكار غلاسي حتى كينساجموه ليمزيين بالنسبة للزبدة كتخرجوها قبل من تلاجة باش هاكا كتكون طرية كتساعدكم في الخدمة العجينة ما فيها لبيض لازيت فما كي يحتاش أنني نبقى ندير كل مكوين وندمجوه مع المكونات الأخرى يعني كنخلط كل شي في خطرة وكنخدم بها الطريقة كنسامر على هالطريقة هادي الزبدة ما كتعدبناش كنكونو مخرجينا قبل من تلاجة كتكون طرية ما كتعدبناش في الخدمة بالزربة كتنساجم لينا مع ذاك السكار بالنسبة لقليكوز هنايا في الدور ديالو انه وكي قصح لينا ذاك العجينة ما كيخليش لينا الصابلي تهرس لأنه ما عندناش لبيض اللي غاديش تلينا العجينة ما غاديش نسرع لكم هنا الفيديو باش كتشوفوا يعني المراحل خطوة بخطوة باش هاك كيلا كنتم مبتدئين ينجح لكم ان شاء الله وخا تكونوا اول مرة غادي نتخدموا الصابلي كنبدأ كنضيف تقيق تدريجيا من بعد ما كنخدم الزبدة مع السكار مزيان كنبدأ كنضيف تقيق وانا كنجمع غير باطراف الاصابع ما كندلكوش العجينة ديال الصابلي باش هاكا كنضمنوا النجاح دياله كنستمر على هالطريقة حتى كتكتافي لي العجينة من تقيق العجينة كتكون طريقة وما قاس هاش القياس اللي كان عندي ديال دقيق فكان عندي ثلاثة ديال كؤوس هندخلتم تقريبا كاملين بقالية منهم غير شوية انتم ما ممكن تهزلكم اقل او لا ممكن تهز اكتر على حسب من بعد ما غادي نجمعها فغادي ندخلها لتلاجة تقريبا لمدة من نص ساعة حتى الاربعين دقيقة متخليوا شوف تلاجة بزاف لانها غادي تقصح بزاف وغادي تبدأ كتفرتت لكم كان ديروها تقريبا من الساعة حتى الربعين دقيقة وكان خدموها عادي راه ممكن انكم تخدموها مباشرة ولكن من الاحزن انكم تدخلوها لتلاجة لانها كالعجينة فيها غير زبدة ضروري خاصها تشد راسها شوية كيف كتشوفو انا هنا را كنحاول ندخل دقيق غير بالتدريج هنا ما غاديش نعطيكم القياس ديال دقيق ولكن را هاد القياس اللي كان عندي هنا يا فره ثلاثة ديال كؤوس وبقلية منهم واحد شوية القاوام النهائي ديال العجين كيكون هو هذا كتكون مرملة دائما العجين ديال الصابلي خاصنا فاش نحلوها كنلقوها مرملة من الداخل في نفس الوقت كتكون قابطة فراسة لان العجين فيها الزبدة ضروري خاصها تكون قابطة فراسة من بعد ما كان دخلت تلاجة من ثلاثين دقيقة حتى ربعين دقيقة إلا درتوها في الكونجيلاتو فغادي نتخليها غير اقل وقت ممكن ربوع ساعة فقط ممكن تخدموا حتى مباشرة ولكن من الاحسن انكم تدروها في تلاجة قبل غادي ناخد هنا قسمتها وغادي ناخد انطلقها ما بين جوج ديال بلاستيكات هاد العملية كتكون سريعة حسن من انكم تطلقوها او ترشو على الدقيقة فكيزيد كيقصها من الاحسن انكم تدروها بين جوج ديال بلاستيكات كتكون عملية اكتر وكيجين الصابلي مزيان بلايش ما كان نبقاو رشو دك الدقيقة كنستمر على الطريقاتي حتى كنوصل السمك اللي بغيت بالنسبة لكم انتم غادي نتلاسقوا واحدة مع واحدة فالسمك يكون رقيق بغيتوا مثلا تدرو غير جيها واحدة فكتخليوا غليت شوية انا اختاريت هاد طابع هاد انتم مختاروا اي طابع بغيتو صافي وكندخلوها الفران من بعد ماكن سليو من تشكيل فكندخلوها الفران اللي كيكون سخون من قبل درجة الحرارة كتكون من 140 درجة حتى 150 درجة يلا كان عندكم مثلا الفران اللي كتكون العافية دياله مجهده فخاصكم تخليوا من 140 درجة حتى 150 درجة يلا كان الفران عندكم ما كيسخونش بزيف فانتم ما كتعرفوا الفران ديالكم يعني ما يمكنليش غادي نقول لكم كيفاش غادي نتخدموا بيه المهم ان العافية تكون مهيلة باش هكا كيتحمر الصابلي على خاطره وكيجي اللون دياله زوين وكيجي حتى مقرمش في العضة دياله كنخلي حتى كيتحمر من التحت ومن بعد كنحمره من الفوق وكيكون هذا هو الشكل النهائي دياله هاد العجينة ان شاء الله غادي تستقليكم ولو تكونوا اول مرة غادي نجربوها غير جربوها ايلا كانوا معكم عندكم مشاكل مع الصابلي فغير جربو هاد العجينة هادي حاولت ما نقطعش لكم بزاف يعني في هاد الفيديو حاولت ما نقطعش بزاف ديال المقاطع خليتوليكم يعني باش كتشوفوا المراحل كلها خطوة بخطوة كيف كتشوفوا نارا كيجي محمر صراحة الله كيجي دك اللون دياله غزال بزاف السبب لي كيخلي يجي في هاد اللون هادا هو دك النكهة ديال الكاراميل واحتى طريقة الطياب حتى اياك تخلي كيجي في هاد اللون اللي مذهب وكلو لون واحد ما كيجيوش متلا الجوانب محمرين بزاف والوسط بيضين فكيجي كلو لون واحد كيف كتشوفوا ما كيتجمع ما كيوقع لي حتى شي حاجة كيبقى الحبة قد الحبة ما تشي حاجة ما كتنقص فيه وتاشي حاجة ما كتزاد فيه وهناك ناصيحة فاش تبغيوا الطيب والصابلي حاولوا تديروا في شي في شلاطة لي ما كيكونوش فيها مثلا ذوك التدروجات لان ذوك التدروجات كيخصروا ليكم الشكل ديال الصابلي حاولوا تديروا في شلاطة لي كتكون مسرحة باش هكا كيجي يكون مقاد كلو ما كتجي فيه حتى شي حاجة عوجة كنتمنى تجربوا هاد الجينادي وتلقوا الحلول تلقوا قاعدة الحلول ديال ذاك المشاكيل اللي كنتو كتعانيوا معاها في العجين ديال الصابلي كنتمنى اطلقوا لي هالحل ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم وينال استحسان ديالكم هاد الفيديو ديال اليومة وما تنسوش الى كنتو اول مرة كتزوروا القناة ديالي فما تنسوش تديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا لايك الفيديو بارتاجيوا مع الاهل والاصحاب ديالكم هكا باش اللي كان عندهم شي مشكيل مع الصابلي فان شاء الله هاد الفيديو غدي ينفعهم وبزار وانطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله ومع وصفة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة